بسم الله الرحمن الرحيم لشهر رمضان المبارك ظروف خاصة مع المسحورين وذلك لأن الجنية خادمة السحر فيه يكون ضعيفا ومقيدا ومحدود الحركة وبالتالي تنتابه بعض الأعراض التي تنعكس بطبيعتها على المسحورين فتظهر لنا كعلامات للسحر إذن هذه العلامات التي سأذكرها لحضراتكم الآن لا تظهر على المسحورين إلا في شهر رمضان وليس شرطا أن تظهر عليك هذه العلامات كلها بل يكفي بعضها أو شيء منها لإثبات حالة السحر وأول هذه العلامات هي زيادة ملحوظة في الكوابيس والأحلام المخيفة والفزعات الليلية والمفروض الكلام دمع الإنسان الطبيعي ما يحصلش لأن شهر رمضان أصلا شهر مبارك وإيمانياته عالية وروحانياته كثيرة يعني أصلا الكوابيس والأحلام المخيفة المفروض تقل في رمضان لا تزيد لكن مع المسحور بيحصل العكس هذه الأحلام والكوابيس بتزيد عنده بكسرة ليه يا جماعة الخير لأن خادم السحر عنده طاقة يريد أن يفرغها ولما كان مقيدا ومحدود الحركة لا يستطيع أن يفرغ طاقته هذه إلا من خلال صور وأحداث ومشاهد مخيفة يرسلها إلى المسحور عبر النوم يعني باختصار شديد عايز يقول له حتى لو أنا متقيد حتى لو أنا مكتف حتى لو أنا محدود الحركة لكن برضو أنا موجود ولسه بناكف وبعافر العلامة الثانية خوف شديد وقلب واضطراب نفسي من الداخل يحدث للمسحور ودي خلي بالك برضو من انعكاسي الحالة النفسية على خادم السحر خادم السحر في شهر رمضان بيكون دايما الآن وخايفه مضطرب ليه لأن شهر رمضان كله عبادة وكله ذكر وكله صلى وكله ترويح وتهجد وقيام وقراءة قرآن المعصية فيه بتقيل هذه الأشياء أصلا ضد خادم السحر يخاف المسحور أنه يقرأ قرآن ويخاف أن المسحور اللي موكل بسحره يصلي ويتهجد ويعبد ويذكر الله سبحانه وتعالى فديما عايش في خوف ورعب وألأ واضطراب يعكس ده مباشرة على المسحور فيحدث له تماما كالذي في نفسية خادم السحر لذلك لو انت مسحور في رمضان ستجد نفسك خايف والآن ومضطرب وألبك مأبوض وانت مش عارف السبب إن تكرر هذا معك فاكشف على نفسك فربما أنت فعلا مصابد بالسحر العلامة الثالثة كسرت الانفعالات والغضب والتعصب على أدفه الأسباب الإنسان المسحور في رمضان دايما عصبي ودايما بينفعل ويكون السبب يعني تافه ما يستهلش إنه تحدث له هذه العصبية تلآن دايما بيتخانق مع مراته على حاجات دفع شوية مالح مثلا زاده في الأكل أو هدمه ما تغسليش دي حاجات الإنسان الطبيعي والإنسان العادي إخوة يقدر يستوعبها ويقدر يحتويها إلا الإنسان المسحور بس خلي بالك لازم يكون الإنفعال ده ليس له سبب خارجي لأن مثلا أحيانا بعض المدخنين في رمضان بيحدث لهم هذا الانفعال عشان هم ما بيقدرش يدخنوا في رمضان فبيتعصبوا وينفعلوا حالتهم صعبة أصحاب الكيف أجارنا الله وإياكم برضو بيحصل لهم نفس هذا الكلام لأ أنا أتحدث على الإنسان الطبيعي اللي هو مش بدخن من صاحب كيف إنسان سوي إنسان مستقيم لكنه مسحور أول ما يقى شهر رمضان تجد عنده العصبية والغضب والإنفعال زاد على أدفه الأسباب العلامة الرابعة الشعور بالوحدة والتيه الإنسان المسحور أول ما يقى عليه شهر رمضان يحس بالوحدة ولو كان حوله الأهل والأحباب جميعا وسبحان الله لا يفرح بالأيام المفترجات يعني يقى عليه رمضان متدايق ومخنوق يهل عليه العيد متدايق ومخنوق يهل عليه أي يوم حلو النس بتفرح فيه وتنبسط لأ هو برضو إيه متدايق ومخنوق وطبعا ديكل لازم وقتلك حالات نفسية بتنعكس من خادم السحر كمان بيشوف نفسه كتير في المنام إنه تاية تاية في بلدهم تاية عن بيتهم تاية عن مكان بعيد يشوف نفسه ماشي في أماكن مظلمة وأماكن ضيقة كل هذه الأشياء يا جماعة الخير بتزيد وتكسر مع المسحورين في رمضان لتفريغ طاقة خادم السحر كما شرحت لحضراتكم آنفا العلامة الخامسة الحزن والشعور بالقهر لمواقف ربما تافهة جدا الإنسان المسحور دائما بيشعر بالمظلومية خلي بالك النقطة المهمة جدا حتى في غير شهر رمضان لكن هي بتزيد في شهر رمضان بيشعر دائما بالمظلومية ويحس كده بالصعبانيات الإنسان المسحور دائما شايف إنه مهضوب وحقه متاخد وحقه ضايع وإنه هو أقل من الناس وإن الناس كلها جاية عليهم معينه الكلام ده كله واهم يعني لو أختي من الأخوات مثلا مسحورة تجدها دائما حسن نجوزها جاية عليها وولادها جاين عليها وإن هي ضحّت بعمرها وضحّت بحياتها وضحّت بنفسها وكل حاجة معاها عشان خطرهم وهم مش مقدرين للحكاية دي ولا بيردوا لها الجميل معينه ده كله واهم وكله ما حصلش ويكون جوزها كويس معاها وولادها كويسين معاها وكله الدنيا زي الفل وتمام التمام بس ده تصوير ووسوسة خادم السحر اللعين الموكل بسحرها لما يجي رمضان القصة دي بتزيد ليه؟ لأنه أصلا خادم السحر بيشعر بالمظلومية والقهر في رمضان لما يحصل له عملية التقيد والتكتف وإحنا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أظلكم شهر كريم يقصد أصول الله شهر رمضان مبارك تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار وتغل فيه مرضة الشياطين وفريات أخرى وتصفل فيه الشياطين فلما بيتكتف في شهر رمضان هو من داخله من قرارة نفسه مش مقتنع أن الحاجة دي حصلته بقرار إلهي وسنة من سنن الله الكونية لا هو شايف نفسه مظلوب وشايف نفسه مقهور وشايف نفسه مغلوب على أمره على طول يعكس ده على المسحور فتجد الإنسان المسحور في رمضان يزيد عنده الشعور بالقهر والوحدة والمظلومية بشكل عام العلامة السادسة الشعور دائما بفقد شيء عزيز أو غالي لما يجي شهر رمضان أي مسحور يحس أنه هو فقد حاجة عزيزة عليه وحاجة غالية عليه طب ليه بيحصل معا كده يا إخوة الحالة دي بتحصل دائما مع النساء ومش في كل حالات النساء برضو ده لازم يكون خادم السحر الموكل بالسحر والعمل وقع في حب المسحورة خلي بالك كلام في غاية الأهمية والله وأنا قلت لكم قبل كده عشان نسبة اللي بتقول لك الشيخ بيطول شوية في الشرح والقصة دي يا إخوتي أنا ما أتيت في هذه الحلقات حتى أعطيكم معلومة شاردة أو واردة من هنا أو هناك ويالله السلامة يعني أضحك عليكم بكلمتين لا والله مش هو ده الهدف بالعكس أنا عايز يكون عندك وعايز يكون عندك أختي بالله ثقافة عامة وكاملة بالسحر وكل أعراض وأهدافه عشان الإنسان لما يعرف القصص دي يعرف يتق السحر والسحر والمشاوزين ويعرف يتعالي أعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فإحنا عايزين يكون عندنا ثقافة عامة بموضوع السحر والأسحار عشان نعرف نحمي نفسنا كويس طيب قلنا إنه لما يجي شهر رمضان المسحور أو المسحورة بمعنى أصح بتحس إنها فقدت شيء غالي أو عزيز ليه الحالة دي بتحصل مع الستات أو النساء التي وقع في حبهن خادم السحر السحر لما يجي يعمل أي سحر يا إخوة في حاجات احنا بنسميها عنديه مفردات السحر أو مفردات العمل مفردات عمل السحر دي بتكون الأسر بتكون مثلا صورة فوتوغرافية بتكون شيء من المسحور من أهم هذه المفردات حاجة اسميها خادم السحر وده الجنية اللعين الذي يوكله بسحرك وعملك أحيانا يا أختي خادم السحر إذا نفسه بيقع في حبك ويتحول إلى خادم سحر وعاشق في نفس الوقت وناس كثير بتحصل بعاها الحكاية دي ويترجم الراقي الشرعي ترجمة خاطئة أن المسحورة مصابة بالمس العاشق ويبدأ يعالجها بعلاج المس العاشق وفي النهاية العلاج ما بيجيبش نتيجة لأن التشخيص خطأ لا ده هو اللي بيحصل أن خادم السحر بيقع في حب المسحورة لما يجي شهر رمضان خادم السحر لما أنه هو مقيد بيحس أنه فقط حبيبته فقط حاجة غالية حاجة عزيزة عليه ينعكس ديريكت هذا الكلام على المسحورة فأول ما يجي شهر رمضان تحس نفسك أنك أنت فقدت حاجة غالية عليك وحاجة بتحبيه وحاجة عزيزة واتدوري طبعا في كل اللي حواليك وكل الحاجات اللي معاك فلا تجدين شيئا فيزيد عندك الإحساس بالتوهان أو الإحساس بعدم الراحة في شهر رمضان المبارك طيب العلامة السابعة الإحساس بالتقيد في الحركة وعدم الراحة في الماشي تعرف الإنسان المسحور رجلا كان أمرأ صغير أو كبير في شهر رمضان سبحان الله بيحتس عنده ضيق في الخطوة تحس أن خطوتك دائت يعني الإنسان مثلا لو كان بيفرد نص متر أو أقل شوية لا تلقى في شهر رمضان يفرد ربع متر في الخطوة بتاعته أو أقل يمكن وده شيء طبيعي لأنه انتلك هو الخادم اللي عنده تقيد فبيعك اصدع ليه مباشرة فيحس أنه هو مش قادل يمشي يعني مثلا المشوار اللي كان يقطعه مثلا ماشي في نص ساعة ياخد في ساعة والمشوار اللي كان يقطعه مثلا ماشي في ربع ساعة ياخد في نص ساعة وهكذا إن حدث عندك هذا فأعلم أنه طبعا أنه إيه وظهر عليك هذا العرب في شهر رمضان طيب العلامة الثامنة كسل وخمول وضعف عام في الجسد أول ما يجي شهر رمضان تحس نفسك مش عايز تقوم تخرج من الغرفة اللي انت فيها ويتحس نفسك على قول خملان وكسلان واحد يقول لي يا مولانا طب ما دا طبيعي لأنه الصيام بيجهد الإنسان وبيحس بالتعب فدا طبيعي أنه هو هيتعب في رمضان لا الصائم ما بيتعبش من أول اليوم خلي بالك نركز والله كلام في غاية الأهمية والدقة كمان ما بيتعبش في أول اليوم ممكن يتعب في آخر اليوم من بعد العصر مثلا من تطالع قبل المغرب أيوة خصوصا سيتات البيوت عشان طبعا بيجهزوا القصة دي في أول اليوم فتيجي في آخر اليوم تحس نفسها إيه إنها تعبت دا شيء طبيعي إرهاق بيحس في شهر رمضان لكن لما يحصل عندك الخمول والكسل والتعب من أول اليوم لا كده أنت مسحور كده أنت مسحور وإن السحر هو الذي أصابك بهذا التعب العلامة التاسعة الصداع الرتيب والدوخ والدوار وألم في أسفل الظهر طبعا يا إخوة نقصد بالصداع الرتيب هو الصداع الذي يترتب معك في ساعة من ساعات الليل أو النهار وده بيزيد في شهر رمضان يعني إيه يعني تيجي بعد العصر كده وتصدع لك ساعة تيجي بعد الظهر مثلا كده وتصدع ساعة كل يوم والصداع ده بيمشي بيمشي لوحده من غير حتى ما تاخده مسكنات ولو خدت له مسكنات هو برضو نفس الساعة حياخدها ما تعمل له إيه خدت مسكنات ما خدتش هي القصة واحد ده إحنا بنسميه الصداع الرتيب لأنه ترتب معك في وقت معين ده بيزيد في رمضان مع المسحورين كمان بتحس بدوخة ودوار وبتزيد في رمضان مع المسحورين وألم في أسفل الظهر اللي هي الفقرات القطنية اللي هي أعزك الله بتكون فوق العصعص بفقرة أو فقرتين الألم في الحتة دي بيزيد جدا في رمضان مع أنه علامة دائمة للسيح لكن لما يقل شهر رمضان تلقى أغلب المسحورين مسكوا ظهورهم وكل واحد أو كل واحدة راح عايز يكشف عنده الدكتور عشان ظهره تعبوا وظهروا في ألم شديد وأسفل الظهر وخل بالك القصة مش عنده الدكتور لا القصة في رقية شرعية تخلصه من هذا السحر فبالتالي يتخلص من الألم لا أنت ما بتعالجش العرض لا أنت عالج المرض لما تعالج المرض بيزول العرض إنما تعالج العرض والمرض موجود لا طبعا ما إفعش العلامة العاشرة والأخيرة كسرة الاحتلام ودخل بالك بيحدث في حالة واحدة فقط تمام ومع النساء برضو حينما يكون جاء القرار الإلهي بتكتيف خادم السحر الشيطان اللي عنده وهو داخل الجسد اعطوا لي بس دقيقة كده مش هطول إن شاء الله عشان أفهمكم القصة لمشيزات لما يأتي شهر رمضان يأتي القرار من عند ربنا سبحانه وتعالى إن الشياطين والمرضة والكفر منهم يكتفوا ويصفدوا خادم السحر الموكل بسحرك وعملك له مكانين لا سالس لهما إما موجود في جسدك وإما معاك في المكان اللي انت فيه بس خارج الجسد لما يأتي القرار من عند ربنا تبارك وتعالى بتكتيف الشياطين والجن خارج الجسد مش هيحصل معاك العرضة اللي هو كسرة الاحتلاء لكن لما يأتي القرار من الله فيكتف الشيطان وهو داخل جسدك بتحدث لك نفس هذه الأعراض التي ذكرناها مضافا إليها كثرة الاحتلام ليلا ليه النساء عشان كده أنا خليت العرضة في الآخر خالص ليه عشان هو مش عرض دائم مش عرض دائم لا ده هو في يحدث في حالات لا أقول نادرة ولكنها قليلة لما يحدث أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتكتيف المرضى والشياطين في شهر رمضان ويكون موافق ومصادف إن الشيطان ده في جسد المسحورة فتلقاها إيه يكسر عندها عملية الاحتلام ليلا وكثير من الناس طبعا يعاني من هذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهمة عن كل المسحورين دائم هي العلامات التي لا تظهر على المسحورين إلا في شهر رمضان المبارك طبعا بعد ما يخلص شهر رمضان هتروح الأعراض دي وتبدأ تيظهر أعراض جديدة لإن الخادم هيكون فك من قيده ومن تصفضه ولا سبيل إلا العلاج والرقل الشرعية كان الله في عون المسحورين جميعا أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته